اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مناسبة ليست وطنية فحسب بل تاريخية ومهمة في مدلولاتها ومعانيها كما اعرب سموه في هذا الصداد عن الاعتزاز بمسار العلاقات البحرينية السعودية وما تشهده من تطور ونماء على كافة الصعد في ظل قيادتهم الحكيمة بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خاليصة هانيه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكمة وأشار سموه ولي العهد بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية متينة وفي كافة المجالات منوها سموه بما تحقق للمملكة العربية السعودية من رخاء وازدهار وقفزات نوعية في جميع الاتجاهات وعلى كافة الأصعد الاقتصادية والتعليمية والتنموية والاجتماعية والثقافية وذلك برؤية ثقبة وحكيمة من خادم الحرمين الشريفين متمنيا سموه لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التقدم والنماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر